أعلن مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري انتهاء عملية تفويج الحجاج اليمنيين عبر الميناء لهذا العام بخطة محكمة وشاملة ومدروسة وضعتها إدارة الميناء بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضر موت ورئاسة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وأوضح الصيعري في تصريح صحفي بأنه تم مرور أكثر من 18173 حاجا يمنيا عبر المنفذ وفق برنامج معد من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد لعبور حجاج البر عبر الممر الوحيد البري مع المملكة العربية السعودية مشيدا بالتعاون بين المنفذين اليمني والسعودي لما فيه الصالح العام اشتركوا في القناة